مساء الخير و أهلاً و سهلاً على كل مشاهدين برنامجكم كلام كبار الحلقة دي عايزة أتكلم معيكو على موضوع مهم قوي على موضوع الأصدقاء فيه في حياتنا بيبقى فيه عيلة وفيه صحاب وفيه صحاب بيبقى بتحولوا لحد ما يوصلوا لدرجة قرابة العيلة لقلبنا إزاي ممكن نقرب شخص كده لحياتنا والقلبنا وندخله في حياتنا بشكل كبير جداً ونبقى واثقين فيه وإزاي نختار صديق صح ونعرف إنه هو صح ونختبر علاقتنا وتمر باختبارات كتيرة جداً لحد ما نبقى متأكدين منها في الحلقة دي هنتكلم معيكو على كل ده بس خلوني الأول أراحب بحازم مساء الخير يا حازم مساء الخير يا سارة ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج كلام كبار فعلاً النهاردة كلامنا هيبقى كلام كبار لإن احنا هنتكلم عن حاجة من الحاجات الأساسية جداً في حياتنا وبتبقى مهمة جداً يعني مين فينا مالوش صاحب بيشاركه كل تفاصيله فحياته عمتاً يعني لما بيفرح مثلاً بيروح يحكيله ويفرحه معاه لما بيزعل يروح يفضفضله وبرضه بيتكلم معاه لما بيقع بيسنده لما بينجح بينجحه معاه ويرفعه ويشده معاه ويحاول ينجحه أظن أن من أجمل الحاجات أن الواحد يبقى ليه الشخص ده الشخص دايماً جنبه شخص دايماً معاه في أي حاجة ودايماً في ظهره أظن أن دي من أجمل الحاجات اللي بنعيشها عشان كده دايماً بنقول يعني الصداقة دي حاجة مهمة جداً في حياتنا وفيه دراسات كتير أثبتت أن الواقفة مع الصحاب في الشارع أو في أي مكان عمتاً بتحلي يعني بتخلي الحالة المزاجية حلوة جداً بتطول كمان العمر أيها بالضبط فيه فعلاً دراسة في 2011 أثبتت أن أنت لما بتتجمع مع صحابك وتعودوا مع بعض وقت كبير وتتحكوا ده بيزود معدل العمر في حياتك حتى هرمون السعادة بيزيد جداً في يعني أظن أن دي بتبقى حية كويسة يعني عشان كده دايماً بقول أن العلاقة دي علاقة أسية جداً أسية في حيات أي حد فينا مشكلة بقى أنه مع مشاكل الوقت ده ومع تغير الشخصيات والضغوطات اللي بتعرضوا ليها وبالتالي شخصيتهم بتختلف وتعاملهم مع الناس اللي حواليهم بيبقى أصعب ومبيبقاش ثالث الناس تهبت من تكوين علاقات وتكوين صدقات ففي منهم ناس بقيت بتختار أن هي تسطح علاقاتها بكل الناس وتخلي ليها مساحة كبيرة جداً لوحدها من غير ناس عشان ترتاح وتريح تماخ بس هل ده فعلاً ممكن يكون أريح ولا اختفاء صحاب من حياتنا بيتعبنا أكتر ما بيريح أظن الموضوع ده لا طبعاً أنا مش مع الموضوع ده خالص يعني أنا عن نفسي بعرف الكل بس ليه اتنين تلاتة أصحابي دول لأ أنا مقدرش أستغنى عنهم فأظن هم ممكن يدخلوا في حالة اكتئاب حالة واحدة يعني يعني أنا مش مع الرأي ده خالص طب في بقى حاجة الناس كلها بتتكلم فيها دايماً هم بيختاروا صحابهم وبتبقى عملالهم مشكلة شوية إزاي أختار صديق أعرف فعلاً هو شبهي ولا لأ وهل فعلاً لازم يكون شبهي ولازم نبقى زي بعض في حاجات كتيرة ولا عادي إن هو يبقى ليه شخصية مختلفة أو ليه طريقة حياة بيمشي بيها في حياته بشكل مختلف عني لازم نبقى شبه بعض ولا عادي كل واحد فينا ليه نمط في حياته أظن إن كل واحد يعني بيبقى له رأي في الموضوع ده يعني أنا بالنسبة لنا يعني لازم يبقى شبهي لازم يبقى زي عشان نعرف إن يبقى فيه لينك بيننا سواء فيه عارفوا تتواصله أوه يبقى فيه كلام بيننا يعني حتى هواياتنا طريقنا يبقى واحد فيه ناس بقى بتشوف إن لأ يعني ممكن أعرف أي حد عادي ونكمل بعض بس أنا مش مع الموضوع ده خالص أنا مع إنه هو لازم يبقى شبهي الاختلافات برضو أحيانا بتفتح للواحد حاجات جديدة يعني لو أنت بتحب حاجة وهو بيحب حاجة وعرفك عليها بتبدأ تتبسط إن أنت بتجرب حاجات جديدة مختلفة عنك بالضبط أنا بعرف يعني أنا بقولكيش إن أنا يعني لا لازم تبقى تابيك أيوة لا 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 أنا بعرف الكل بس لازم يبقى فيه اتنين كده تفتاح أكتر لتن شبهك اتنين بالضبط على جنب كده دول شبهي دول اللي أنا حاسب منطقة الرحل في الكلام وفي الخروج وفي التعامل في الهواية وكل حاجة بالضبط فاهمين بعض يعني طيب أنت بقى مع فكرة إنه الصاحب بيأثر على صاحبه بشكل كبير سواء سلبي أو سواء بشكل إيجابي طبعا بيأثر عليه بشكل كبير جدا يعني ده يعني فيه ممكن تشوفت إنه صاحبت اليوم حتى شبه بعض في قصة الشعر في اللبس في طريقة الكلام أيوة يعني فيه ناس وعلى فكرة مش شبه بعض خالص وتلاقي حد في الشارع أو في المدرسة بيقولك وانت أخوات معيني أنا دي حصلتلي ومع واحدة صاحبتي أصلا مش شبهي خالص هيها أصلا شقرة بلوحنا أخوات إزاي يا جمع لا 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 أيوة بتطبع على بعض طبعا بشكل كبير جدا يعني حتى فيه كلام كلام بينكو تلاقيه كلام واحد الناس يعني بتستغرف فعلا بيشوفها أخوات مش صاحبت طيب إزاي بقى الواحد ممكن يوقف التأثير السلبي لحد من صاحبه مع إنه ممكن يكون مش قصده يعني هو فيه حاجة معينة في شخصيته أو فيه حاجة معينة في نمط حياته أنا مش موافقة عليها أو مش حباها قوي بس إحنا صاحب فأنا مش أقدر أبعد عنك بس غصب عني لا إراديا بلاقي نفسي بقى بدأ أعمل زيك ما لازم تبقى شخصيتنا قوية شوية طبعا هيأثر علينا أكيد بنسبة بس لازم تبقى شخصيتنا قوية شوية نحاول ما يعني ما ننجرفش معاه في الطريق اللي هو مش فيه يعني لأ أنا هاخد منه الحلوة بس والوحش لأ طب مش بتشوف إنه أحيانا بيكون جانب الضغط من الشخص التاني يعني بيدغط عليك بناحية إنه إحنا لو مخرج على فكرة بتبقى حاجات تفهة جدا مش بتبقى حاجات تفهة أيها مزبوط أنا عايز أخرك في المكان ده طب أنا ما بحبوش طب هقفش بقى لو مخرجناش فيه فتبدأ تحسن أنا هعمل اللي أنت عايزه عشان أريح نفسي من وجع الدماغ لا لا أنت كده بتدري نفسك فأظن دي حاجة مش كويس خالص أه سامة جدا 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 بتحصل على فكرة من أغلب الناس بشوف قدامي أنماط من الناس بلاقيهم مش مرتحين في العلاقة طب أنتم مكملين فيها ليه عشان ما فيش فكرة إن إحنا نريح بعض فكرة إن الحياة تبقى سهلة كده والعلاقة تبقى سهلة وما فيهاش شد وما فيهاش مشاكل لا 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 الموضوع ده ما ظنش أنه هو كويس يعني بالعكس الناس دي بقى يعني برا حياتي على طول أتشوف كمان إنه الحاجات اللي بتعمل مشاكل كثير في العلاقة إنه إحنا ما نقولش لجونا حصل حاجة دايقتني منك صعابيطة جدا ومش كبيرة بس أنا مقلت لكش عليها فبتبدأ تعمل رواسف جوايا مرة في مرة في مرة أنا كل مرة ما بقولش بالزبط فبيبدأ يبقى في بقى بجرون بوحشة جدا لا 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 فيه حاجة نقول على طول علشان الموضوع يتحل بسرعة بالزبط ويعني ما يتعبناش نفسيا إحنا بس فأنا شايف إن الفترة دي يعني بيني وبيني كان واحد يلاقي صاحب أصلا دي ندرة بصبب المشاكل اللي مش كبيرة بالزبط والله يبقى صعب جدا يعني أنا فاكر مثلا زمان صحاب زمان يتغيروا خالص عن صحاب دلوقتي يعني زمان مثلا كانوا بيتجمعوا في مكان واحد ليوم مكان واحد بينزلوا فيه على طول من غير ما عاد من غير ما يكلموا بعض هو المكان ده اللي بنزلوا يتجمعوا فيه مش نوعا نتفق على الخروج قبلها بأسبوع بالزبط وفي الآخر ما بتتمش وكانوا يقفوا يضحكوا ويسمعوا آخر الشارع دي حك إن شاء الله لو قاعدين على الرصيف بس المضوع كان حالو أيوة بالزبط أنا بقى فيه تمام حاجة وحش قوي بتنتشر على السوشيال ميديا وشايف أن هي بتأثر على العلاقات الصداقة بشكل كبير قبل موضوع إن الناس فطرات واحد بعض من قلت لما سمعنا الجملة دي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك والناس بقيت بتقولها البعض بقى إحنا لا إراضي حاسين إن الشخص ليش هيكمل معنا فأنا سنة ولتنين وهيحصل مشكلة ومش هنكمل مع بعض فأصلاح لا نخشش أي علاقة صداقة بناية إن إحنا هنكمل طول العمر مع بعض لقى بناية إن فيه يوم من الأيام هتحصل مشكلة بيحسسك بعدم أمان بيحسسك إنه إحنا كمش هنكمل وإن العلاقة دي مش مستمرة وما تديش من طاقتك قوي وما تديش من وقتك عشان كل حلقة بالضبط آه آه وتجنب العلاقات دي خالص يعني العلاقات دي بتبقى مضرة لك إنت بالضبط بالعكس يعني هم مفروض تبقى إنها تساعدك وتقدمك في حياتك وبيحصل للعكس فألا لا 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 يعني معدخل بالضبط بس زمان كان الموضوع يا جماعة أحسن بكتير أنا أظن كده يعني دلوقتي حتى يعني لما بيجوا يجمعوا بيتجمعوا في جروب على واتساب يعني بالضبط وحليني برضو لو تقبلوا وبتفقوا بجد على خروجة قبلها بكتير كلنا كلنا بلا استثناء لو نتفق على خروجة بنقبلها بأسبوع وفي الأخرى حاجة بيأخرى بالضبط الضحك حتى بيبقى إيموجي يعني بيبقى وش اللي هو الدحك دوي بيبقى يعني بالضبط بالضبط يعني الموضوع بقى ممل جدا بس مهم بقى أنه أي حد بجده هو بيختار صديق في حياته بيدخله يعرف يقيم الصداقة دي كويس ويعرف يقيم هي صحية وبتطلعه دايما وبتخليه مبسوط ولا عمل عليه عبق طب العبق ده ممكن يتحل ولا العلاقة دي سمى ولازم تنتهي أنا عمتا ما قصودش عمم أن كل الأصحاب دلوقتي وحشين أو أن هما يعني خلاص ما بقىش فيه صحاب أنا بس كل أقصدوا أن الموضوع بقى صعب جدا عشان كده دايما بقول لي صاحب يمسك فيه بإيده واسنينه وبكده تبقى خلصت حلقتنا نشوفك في حلقة جاية وموضوع جديد بالأسبوع اللي جاي من برنامج كلام كبار استنوا موسيقى